اشتركوا في القناة فيها الحديث بالتأكيد عما يسمونه الانتخابات المبكرة هذه الانتخابات التي حدد الكاظمي يوم 6 حزيران يونيو لإجرائها عام 2021 ثم عاد فعدل التوقيت إلى 10 تشرين أول أكتوبر عام 2021 يعني تم تأجيلها 4 أشهر بعد أن كانت في الشهر السادس جعلت في الشهر العاشر ما أهمنا من هذا الحديث أن هذه الانتخابات التي سميت مبكرة والتي يقول الكاظمي والسلطة عموما كل أحزابها وقواها تحدث أن هذه مطلب جماهيري نعم كانت مطلبا لثورة تشرين لكنها كانت مطلبا حقيقيا وطبيعيا ومنطقيا واستحقاقا شعبيا ليس بهذه الطريقة التي صممت عليها الانتخابات ما يسمى بالانتخابات التكملية كانوا يريدون الشعب كانوا يريد إزاحة هذه الأحزاب إزاحة هذه القوى إزاحة الميليشيات إزاحة الفساد محاسبة القتلة محاسبة الفاسدين وبعد ذلك تجري هذه الانتخابات لكي يقرر الشعب شكل الحكومة الجديدة بعد أن تزح كل هذه العملية السياسية وتسقط كل هذه الأحزاب التي ساهمت في خراب العراق طوال 18 سنة مضت لكن هؤلاء فسروا الأمور كما يحلوا لهم وضعوا قانون الانتخابات على مقاسهم وضعوا إطارا لإجراء هذه الانتخابات على مقاسهم وبالتالي كل الأحزاب والقوى التي تشكل السلطة في العراق من عام 2003 لحد الآن هي 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 نفس هذه القوى نفس هذه الأحزاب نفس هذه الميليشيات هي الساعية للدخول إلى هذه الانتخابات والسيطرة عليها وأولهم مقتد الصدر طبعا يعني هم قالوا أنه تم تأجيلها للمفوضية العليا ما يسمى بين هلالين المستقلة للانتخابات طلبت تأجيلها بسبب أنه لم يستكمل كثير من النواعي الفنية منها تسجيل الأحزاب الأحزاب المشاركة بالانتخابات توزيع البطاقات الانتخابية وتأمين الرقابة الدولية فيما يخص يعني تسجيل الأحزاب من المضحكات المكيات في بلد 40 مليون مواطن هم يقولون 40 مليون مواطن بأكثر من 420 حزب بالدعاء هذه المفوضية فوضية تقول أكثر من 420 هيئة وحزب سجلت للانتخابات هذه لا تعني ديمقراطية هذه تعني فوضى بكل معانيها لأنه كل دكان دكاكين هذه كل دكان يعني جمع مجاميع من هؤلاء المنتفعين اللي يدخل هذه الانتخابات ما يهمنا في كل هذا أنه هناك مجموعة من المطبلين والأسف بينهم مجموعة من العلاميين والذين يدعون أنهم مثقفين مع الأسف مجموعة من هذه المجموعة المطبلة إما مخدوعة أو مرتشية تقبل الرشوة أو أو أنها يعني موافقة على ما يجري أو أنها جاهلة في ما يجري أو أنها بلا موقف بالتالي موقفها هذا الذي يدعو هؤلاء يدعون إلى المشاركة بالانتخابات عندما تسألهم يعني عندما تتحدث عن أوضاع العراق تقول أن في العراق خراب تقول أن في العراق فساد تقول أن في العراق قتل لا وجود لحرية رأي فيها فيها انتهاك لحقوق الإنسان كل لا وجود لخدمات يقولون نعم نحن معك وأيدون هذا الكلام لكن في نفس الوقت يقولون لكي نغير كل هذا تعالوا نذهب إلى الانتخابات كيف تذهب إلى الانتخابات في نفس الإطار يريدون ما هو أهم هنا التزوير هنا هنا التدليس تذهب للانتخابات بنفس القياسات السابقة بنفس الأوضاع السابقة بنفس المناخ والأرضية السابقة من عام 2005 من جراء والانتخابات لحد الله ما يسمى بانتخابات نفس القضية العراق البلد الأول في الفساد في العالم يعني من بين أكثر خمس بلدان أو ست بلدان في العالم فساداً هو واحد من أدهم العراق من أخطر خمس بلدان في العالم بشهادات دولية العراق من ضمن الأكثر بلدان فشل في العالم العراق من ضمن الأكثر بلدان فيه فوضى سياسية فوضى اجتماعية فوضى اقتصادية فوضى في كل الاتجاهات العراق من بين أكثر البلدان اللي فيه جرائم جنائية العراق من بين من بين أكثر البلدان فيه اعدامات العراق من بين أكثر البلدان في العالم اللي فيه قلاقات فيه كوارث كبيرة في ظل هذا وسيطرة الميليشيات اللي الآن أعدادها لا أعرف كم ومسيطرة على الدولة ومسيطرة على كل شيء طبعا لا توجد دولة آسف يعني القول إنها دولة لا توجد دولة سيطرة على العراق عموما وتتحكم به والعراق من السلطة ولا أحد يسمع للآخر ويقصفون ويضربون ويحددون الرأي ويحددون علاقات العراق وطبيعة اقتصادها ومع من يتعامل هكذا هي الميليشيات والسلاح منفلت والاغتيالات والخطف واجهاض كل محاولة للم الشمل العراقي اجهاضها وبالتالي الأمور بهذا الشكل من سيء إلى أسوأ ورهن إرادة العراق واستقلاله وسيادته وكل شيء لدول أجنبية وأولها إيران لصالح إيران يعني مشروع إيراني ويقولون لك اذهب للانتخابات كيف تذهب للانتخابات؟ نفس الأحزاب نفس السلطة نفس القوانين نفس الإجراءات نفس الإطار نفس السلاح المنفلت نفس الميليشيات نفس المال الفاسد الذي يشتري الذمم ويضغط على الناس ونفس الاعتقالات ونفس الاغتيالات فكيف تذهب للانتخابات؟ ما شكل هذه الانتخابات؟ كيف يمكن أن تغير الانتخابات بهذا الشكل؟ على من يدعون لهذه الانتخابات الذهاب إلى الانتخابات وحدثوا سجلاتكم الانتخابية واذهبوا بارامترية ومعرف هذا الكلام الكلام السيء المعيب عليهم أن يخجلوا من هذا الكلام عليهم أن يراجعوا أنفسهم العراق في محنة كبيرة العراق على مفترق طرق شباب العراق قدموا أكثر من ألف شهيد وأكثر من ثلاثين ألف جريح من أجل استعادة وطنهم وبالتالي تخدعونهم بهذه الطريقة انتخابات مبكرة والكاظمي ومعرف منه وحمايتها دوليا من ماذا تحمي دوليا؟ لو المتحدة الشريكة في هذه الجريمة ستحمي هذه الانتخابات هل ستستطيع أن تمنع الميليشيات من أن تضغط على الناس وتستخدم سلاحها؟ هذه الكذبة كبيرة كذبة كبيرة للميليشيات تقصف وتقتل وتخطف وتهيين كل المؤسسات إذا كانت هناك مؤسسات للدولة من ضمنها المؤسسة العسكرية ولا أحد يستطيع أن يحاسبها والتالي تقولون نذهب إلى الانتخابات الانتخابات كذبة كبيرة محاولة جديدة وقديمة وتدوير لنفس الوجوه محاولة لتدوير نفس الوجوه تدوير نفس النفايات واستمرار العملية السياسية هذا ما يهم المهم عندهم أن تستمر العملية السياسية لذلك ربما هذا حديث سابق لأوانا لكن لابد من عنده وسنتحدث في حلقات لاحقة أيضا عن هذه الانتخابات لأنه مهم أن يعرف الإنسان أن يعرف المواطن العراقي أنه هذا فخ من الفخاخ الكثير التي نصبت له من عام 2003 لحد الآن المراد منها تعطي الحياة سلبة حتى أحلامها سلبة حريتة وسلبة وطنة وسلبة كل شيء وبقاء العملية السياسية وبقاء هذه الشرذبة التي تحكم العراق والميليشيات وأحزاب هي المتسلطة وهي القادرة على أن تبقى في العراق تسلب العراق أمواله وإرادته وحياته وكل شيء مع الأسف الشديد على المطبلين على الذين يعني يريدون خداع الناس أن يكفوا عن هذا ويعني يسألوا أنفسهم كيف يمكن أن يواجهوا الشعب وواجهوا رب العالمين بعد ذلك وهم يخدعون الناس بهذه الطريقة من أجل المصالح ومن أجل المصالح حزبية ضيقة والمواطن من سيئ إلى أسوأ وقت هذه الحلقة قد انتهى ألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله إلى ذلك الحين أستدعوكم الله اشتركوا في القناة